إذا تقصد على تشرين وما تم بها من اختفاء وقتل وإلى آخره وجرح الحل الوحيد أن تقوم المنظمات الدولية بتحويل الملف تدويل الملف جنائيا لأن ما تم في تشرين أكبر حتى من الجرائم الدولية للعبادة هذا من جانب ومن جانب آخر أقسم بالله أستاذ علي ونحن في شهر رمضان ليس هناك شهيد سقط في تشرين لا يعلم أهله بمن قتله لاحظ بمن قتله ما نعلاق بها الفوضى من قتلكم واحد يدفع الطرف كل أنا أبن تشرين ومع تلك العوائل قلبا وقالبا وباستمرار أسأل أبو الشهيد إشلون هيرويل القصة يقول لا أطلع للقضاء يخاف هنا المشكلة إذن حينما تدور القضية قضية القتل والتغييب تنتهي القضية أما ما دام الملفات مع احتراماته للأستاذ أكرم الصالح هو يبذل جهدا ومع احتراماته للست الضيفة تبذل جهدا لكنهم سيصطدمون بكتل هي مساهمة بالقتل والخطف وهواء الآخر أو رؤساء كتل وإن لم ينفذوا بأيديهم السوداء تلك المأساة تلك المأساة سيدي إن لم تدور قضية حقوق الإنسان بتلك المفصلين وحقوق الإنسان تعلم ستجد أن لكل شهيد بل لكل حتى جريح في بعض الأحيان الدخانية حينما رميت سيقول لك الجريح رميت من فلان موقع وكان يرتدي الرامي لباسا أسود واللباس الأسود يعود لفلان جهة ميليشياوية وأمنية إذن بالتدويل نحل قضية التشريم بغير التدويل ستبقى بضبابية قائمة وسيبقى الدم فائر للمالانها أما موضوع المجتمع استاذ علي يحتاج إلى نهضة فكرية نعم المجتمع والطهادي لباقي الحقوق يحتاج للأسف إلى نهضة فكرية وهذه الطبقة السياسية هي أصلا تحتاج هي أصلا تحتاج إلى إرشاد فكري شكرا دكتور